أزول يحسن الظن بالله أزول يلجأ إلى الله أزول يتضرع إلى الله لو عمرك تزعين سنة وما عندك جنة أرفع يدك لأله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر قال ابن كثير عمره أربع وثمانون سنة وقال سبع وثمانون سنة وقال خمس وثمانون سنة إحدى هذه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع لسميع شنو لسميع الدعاء لأنه دعاء الله سبحانه وتعالى لأنه لجأ إلى الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية عود نفسك أي شي تلجأ إلى الله بشر ديل ما عندهم شي الخلق ديل باختصار ما عندهم أي شي لا عندهم الرزق رزقك فوق لا عندهم جنة الجنة من فوق لا عندهم صحة الصحة من فوق وإذا مريضت فهو يشفين لا عندهم مغفرة المغفرة فوق لا بيملك جنة الجنة فوق لا بيملك نار النار عند الله هو الذي يتصرف فيها النار بيده سبحانه وتعالى في أسفل سافلين وهو فوق كل شيء يأمرها وينهاها ويأمر الخلق أجمعين وهو العظيم وهو الملك يا ناس إذا السماء من السماوات السبعة لو خدت معاه الأرض سماء واحده خدتها جنب الأرض الأرض مع السماء كحلقة ملقات في فلاء سلسل قطعت منه حلقة واحدة رميت في صحراء دي الأرض مع السماء وهين سبعة سماوات والسماوات السبعة مع الأرض إخدتين جنب الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مع العرش العرش أكبر من الكرش وبعد فوق العرش الرحمن على العرش استوى حجابه النور حجابه النور تجلى للجبل العظيم فجعله دكا ما أعظمه وما أكبره الكبير المتعال لا تدركه الأوهام ولا العقول عظيم لولا أن الله يثبت أهل الجنة لما استطاعوا رؤيته جميل يحبه الجمال وهو فوق كل شيء لا يخفى عليه من الخلق لا تخفى عليه خافية يعلم دبيب النملة ويعلم ما في بطن النملة يعلم عدد الحصى يعلم كل شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ناس عظموه والله بتنجو وحدوه ما تنادو غيره ألجأوا له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوا لي الله وخلوا شغلتكم مع الله مباشر طوالي